سلسلة فقه الدعاء للشيخ عبد الرحمن كريش أبو سعل الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق من شاء من عباده في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد بن عبد الله خير الورى والعباد خير من دعا ربه ودعا إلى دينه في كل جمع وناد وعلى آله وأصحابه الأئمة الجياد أهل التقى والنهى والبر والإحسان والسداد صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع والتناد وبعد فمن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وجلالتها وعلو قدرها أنها تحب الخير للناس والله عز وجل قد شرع كل سبب وكل طريق من أجل نجاة الناس وهدايتهم وصلاحهم ونفعهم وشر للعباد وشرع للعباد جملة من الأقوال والأعمال والأحوال من أجل نفع الناس ومن أجل هداية الناس ومن أجل إصلاح الناس ففي هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام عنه وهو باب الدعاء ومن فقه الذي ربما يغفل عنه كثير من الناس أن الدعاء سبب من أسباب نفع الناس ولما كان الله عز وجل هو الكريم ووصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه كريم ووصف كتابه عز وجل بأنه كريم كانت هذه الشريعة شريعة كريمة شريعة مليئة بالخيرات مليئة بالمنافع مليئة بالمصالح فمن هذه الخيرات ومن هذا الكرم أن الله عز وجل رغب عباده المؤمنين في الدعاء لغيرهم فالعبد لا ينبغي له أن يقتصر في دعائه لنفسه فقط لأن من شيم المؤمن الكرم والله عز وجل كريم يحب الكرم ويحب الكرماء والله عز وجل جواد يحب الجياد والله سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين فمما رغب إليه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للغير وهذا الغير قد يكون من إخوانك وأقربائك وأهلك وولدك قد يكون الدعاء لأولياء الأمور قد يكون الدعاء حتى للعصاه بل قد يكون الدعاء حتى للكفار لكن هذا الدعاء يكون دعاء مخصوصا ليس دعاء مطلق الدعاء بالهداية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من دعا لأخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بالمثل فهذا من أحاديث الترغيب في الدعاء للغير فلهذا تدعو لإخوانك وأحبائك وجيرانك وأصدقائك ومن الأقربين إليك والأبعدين تدعو لهم بالهداية تدعو لهم بالصلاح تدعو لهم بالسعة في الرزق تدعو لهم بالبركة في المال والولد تدعو لهم بقضاء الدين تدعو لهم بالسلامة والعافية تدعو لهم بكل خير من خيرات الدنيا والآخرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأصحابه إما في الغيب وإما في الشهادة إما وهم حاضرون وإما وهم غائبون وكان الصحابة رضوان الله عليهم يلتمسون الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان مباركا فكان يدعو للصغار ويدعو للكبار ويدعو للنساء ويدعو للرجال ويدعو للأقربين والأبعدين ورغبنا أن ندعو لإخواننا كذلك مما درج عليه أهل السنة قديما وحديثا الدعاء بصلاح ولاة الأمور لأن بصلاحهم صلاح البلاد والعباد حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للأمير تدعو للأمير بالصلاح تدعو له بالهداية تدعو له بالتوفيق تدعو له بنفع الناس تدعو له بالاستقامة على الطريق تدعو له بالعافية في البدن إلى غير ذلك من الدعوات المباركات تدعو للعصاه العصاه من أحوج الناس إلى دعائك لعل الله عز وجل أن تكون أنت سببا في هدايته إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم حمر النعم هي نفائس الإبل أو هي من أنفس أنواع الإبل التي كانت العرب تتفاخر بها فخير من المال وخير من الذهب والفضة وخير من متاع الدنيا كلها هداية الخلق بل هداية رجل واحد على يديك هذه الهداية قد تكون بدعوة بنصيحة بموعظة قد تكون بإشارة قد تكون بهدية قد تكون بعطية بمنحة قد تكون بدعاء تدعو لرجل تراه عاصيا مخالفا تأخذ بيده تحب له الخير أن يستقيم على الطريق تحب له الخير أن يكون من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين إذا استجاب الله عز وجل دعائك وكنت أنت سببا في هدايته كل عمل يعمله من أعمال البر والإحسان فيكتب الله عز وجل له الأجر فيكتب الله لك من الأجر مثله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم ولهذا لما أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إي ذلي في الزنا وهذا دعاء غريب وخصوصا في هذا الزمن الطاهر خصوصا أن يسأل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في هذه الفاحشة المقيتة فما كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بعد إرشاده أترضاه لأمك أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك لبنتك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع يده على صدره فقال له اللهم اغفر ذنبه واهد قلبه واشرح صدره فكما كان من هذا الرجل إلا أن استجاب إلا أن برئ من هذا المرض العضال فالدعاء للعصاء لشراب الخمور لمستعمل المخدرات لكل من ضل عن الطريق هدايتهم هي من أحسن الأحوال ومن أحسن الأشياء ومن أنفع الأشياء للخلق للفرد والمجتمع ما يضرك لو اهتدى مثل هؤلاء كذلك الكفار الكفر أعظم معصية وأشر وأقبح معصية عصي الله بها عز وجل هداية الكفار إلى الطريق على أي ملة كان وعلى أي منهج كان الذي ينتفع البلاد والعباد النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مكة في عز المحنة كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين الأول هو عمر بن الخطاب والثاني هو عمر بن هشام أبو جهن استجاب الله عز وجل في رجل ولم يستجب في الثاني فالله عز وجل أعز هذا الدين وأعز هذه الملة وأعز عباده في زمان مكة في فترة مكة ومرحلة مكة وفي مرحلة المدينة وحتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فعمر بن الخطاب كان عنوان عز لهذه الشريعة وهذا الدين والأمة افتخر أن يكون مثل هذا الرجل من أئمتها وسادتها وقادتها فالله عز وجل استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد دوسا وأتي به المسلمين دوس قبيلة وأمة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي جاء النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني استعصوا ولم يريدوا أن يدخلوا في هذا الدين أم أبي هريرة رضي الله تعالى عنها كانت تسب أبا هريرة بل كانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو هريرة يضيق صدره مما يسمع من كلام أمه الشنيع القبيح فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو له فقال اللهم اهد أم أبي هريرة فاستجاب الله عز وجل دعاءه فما رجع إلى البيت إلا وجدها تغتسل ودخلت في دين الله وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم لجملة من الخلق لهذا المسلم الكريم المسلم العفو المسلم الرحيم المحسن التقي البر يحب من عباد الله عز وجل الاستقامة والهداية بريد منهم الاستقامة على الطريق فيدعو للصغير ويدعو للكبير يدعو للشيخ يدعو للمرأة والرجل والقريب والبئير يدعو للعصاء يدعو لولاة الأمور يدعو يدعو لكل أحد كلما سنحت له فرصة لماذا لا يلتج إلى ربه في ليله ونهاره يقوم بين يدي ربه سائلاً متضرعاً في كل وقت وحين يسأل ماذا تخسر ماذا يضيع منك ماذا يذهب منك لو سألت الله عز وجل بهداية الخلق الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة ربما الذي يعرفه ويدركه أو يفهمه كثير من الناس هو دعاء المسألة وربما تغيب عنهم هذه المسألة وهي دعاء المسألة فالدعاء نوعان دعاء العبادة ودعاء المسألة ما الفرق بينهما الفرق بينهما هو أن دعاء المسألة هو أن تسأل الله عز وجل مسألة من مسائل الدنيا والآخرة ومن حاجات الدنيا والآخرة تسأله الزواج تسأله الولد تسأله قضاء الدين تسأله المغفرة تسأله العفو تسأله السلامة والعافية في البدن وفي الدين تسأله الشفاء إلى غير ذلك أما دعاء العبادة وفهو أن تقوم لله عز وجل وتؤدي عبادة من العبادات ترجو خير الدنيا والآخرة طيب أنت لماذا تصلي؟ لماذا تحج؟ لماذا تبر والديك؟ لماذا تحسن إلى الفقراء والمساكين؟ لماذا تحسن إلى اليتيم والأرملة؟ هذه عبادة يعني كفالة اليتيم عبادة الصدق عبادة الصلاة عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة لماذا تعبد الله عز وجل؟ ترجو الخير وتخاف الشر ترجو رضا الله عز وجل وتخاف عقابة ترجو خير الدنيا والآخرة وتتعوذ بالله من شرورهما فالعبد يكون سائلاً داعياً إلى الله عز وجل سواء في دعاء المسألة أو في دعاء العبادة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته